بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة أمه دا احنا بعد ما انتهينا من جمال وأنوار وأسرار رمضان واستمرت معانا الأنوار دي نرجعنا عشان نبقى في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أنواره واحنا متعودين ان احنا بنكون يوم الأربع بنقرأ حديث رسول الله سلم بنور كبير بقراءة منورة وقراءة جديدة هي القراءة الحضارية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا بنعيش في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وكنا كل ما بنقرأ حديث من حديث رسول الله سلم بنحس ان سنته لا تخلق على كثرة الرد أنوارها كتيرة وكمان بتحسسنا بأن احنا ممكن نفتح أبواب من أبواب جنة الدنيا جنة الحياة ونعيش فيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل الوصل بيننا وبين حضرة النبي موصول ما فيش قطيع نفضل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش يفضل بس الوصل بيننا لما نسلم عليه ونقوله السلام عليك يا رسول الله فيرد علينا السلام لا كمان لما نعيش كلامه ونعيش سنته عشان يحي بها حياتنا فنحس أنه بإيديه ونحس أنه بكلامه ونحس أنه بعلمه ونحس أنه بنوره بيوسع علينا حياتنا والنهاردة نعيش مع حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كتير بيسأل عن معناها وأحكامها الفقهية المتعلقة في الوقت ده الحديث بتاع النهاردة هو حديث سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري يبقى الحديث بيقول إيه؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح وخلونا بس نقول بعض المعاني الجميلة الرائعة الفائقة في هذا الحديث أول حاجة قبل ما نروح للأحكام الفقهية احنا طبعا عارفين أن ليه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهري كله ليه؟ ليه؟ لأن احنا عارفين أن احنا عندنا نظام أنا بسميه نظام الكرم الرباني إيه نظام الكرم الرباني؟ أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بفضل واسع لما قال الحسنة بعشر أمثالها فهذا نظام نظام كرم إن الواحد يعمل عمل فيضاعف له عشرة أضعاف وعلى فكرة ده الحد الأدنى بالمناسبة أنا هذا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن الحسنة بعشر أمثالها هذا الحد الأدنى لأنه ممكن حد يكون عنده إلى سبعمائة ضعف وممكن واحد بقى يأخذ ما لا عين نرات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى إيه الحكاية؟ الحكاية لو إننا صمنا رمضان فكان شهرا كاملا والحسنة بعشر أمثالها إذن صيام رمضان يكون بصيام عشرة أشهر يبقى كده كأن رمضان صمنا في عشرة أشهر ثم أتبعه ستة من شوال ستة من شوال والحسنة بعشر أمثالها يبقى بقى إيه ستين يوم يبقى كده بقى إتناشر شهر ده الايه؟ ده المعنى الظاهر وهو معنى صحيح ده معنى الظاهر وهو معنى صحيح لكن فيه معنى تاني رائع وفائق وجميل جدا جدا أن من صم رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صم الدهر كله ليه بقى؟ لأن في الحقيقة من صم رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فهو يعني إيه صم الدهر كله؟ وكأنه ما كانش العبادة بالنسباله بيفر منها لا ده صام صام خمسه لإيه؟ خمس شوال صام خمس إيه؟ شوال وكأنه أشار إلى أنه من أصابع الخمسة أشار إلى أنه أراد الله وكأنه أراد الله وحده فإنه لي وأنا أجزي به فكأنه ماذا؟ كأنه لما صام من شوال يقول بأنه أحب أن الصيام لله فكأنه أصبحت حياته بأعين الله فأصبح كأنه الظهر كله يسير في الحياة بنور الله سبحانه وتعالى وعشان كده لازم نفهم أني كمان نربط ده بحديث رسول الله من صام رمضان وأتبعه ست من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه آه طب وده معنى مهم جدا معنى مهم جدا في مسألة صيام الدهر كله وكأنه من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كأنه مولود جديد هو ذات معنى كمن صام الظهر كله وكأنه الدهر كله خلاص ذهب بذنوبه وأتى الإنسان كمولود جديد بعد هذا الصيام وكأن الدهر كله يعني حياته كلها كأنه صام حياته كلها فكأنه ولد من جديد يبقى كده الحديثين وكأنهم بنفهم معناهم معنى نجمع ما بين الحديثين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطهرنا من كل ما لا يسعدنا ويجعلنا مصدر للسعادة زي الفرحة بالمولود الجديد بالزبط وكأن المعنى عتعيش دايما في طاعة الله وما يرضيه كأنه ايه عاد كيوم ولدته أمه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه خلاص انت دلوقتي هتبقى حديثة عادة بربك وهتبقى تسير بنور الله سبحانه وتعالى في بقى شوية أسئلة بفقية بتحصل لنا بقى ولازم نجاوب عليها وبتشغل بالي الناس وإحنا بنتكلم في هذا الحديث بس لازم نأكد ان مسألة الصيام من شوال أول حاجة في ناس كتيرة بيعتبروا الصيام الستة من شوال وكأنه وخاصة من في حق الرجال وكأنه مكمل لرمضان فلو حد ما صمس الستة من شوال يبقى كده إلا حاصل يبقى وكأن صيامه ناقص الحقيقة لا صيام الستة من شوال هو من قبيل السنة من قبيل المستحب من صابه أخذ ثوابه ومن لم يصمه لا يكون آثما يبقى إيه بيطبق عليه تعريف تعريف المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه قالت بس الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال آه ضيهبة جديدة من ربنا لكن الصيام المكتوب علينا كتب عليكم الصيام اللي هو بتاع إيه اللي هو شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هو ده اللي كتب علينا الصيام فيه فالصيام الواجب عندنا هو صيام رمضان طيب يبقى خلاص فيمنا ده عشان يترتب عليه حالات كتيرة في الأحكام اللي احنا نقولها يبقى الصيام الواجب عندنا هو صيام رمضان فالذي صام رمضان كاملا فقد أتى بالفرض وبالواجب خلاص يبقى ده اللي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان يبقى خلاص يبقى صيام شهر رمضان ده الواجب وصيام الستة من شوال مستحب الناس كدير بيقولون ما تقولوش للناس دي كده لحسن يصيبوا السنة وناس تاني بيعملوا بدعة يقولوا ايه ان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال ايه كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله يبقى اتباع حضرة النبي واجب اه يا سيد اتباع حضرة النبي واجب بمعنى ان اتباع المنهج وجزء من اتباع المنهج ان انت تجعل السنة سنة وتجعل الفرض فرض ده جزء من الاتباع فما تخليش الناس تحس ان صيام شوال واجب وتعتبر دوت انه جزء من تمسكهم بسنة رسول الله لا ما تعملش كده انت كده بتغير معالم الشريعة هو فيه ناس بتعمل كده ياه احنا شوفنا ياما ناس وياما ناس بدأت تلمز الناس وتنم من دينها لان هي ما سموشش ستة من شوال اول بقى حكم تاني بعد مسألة ان السيام الستة من شوال ما لهم من قبيل السنة هو انا لازم ابدأ سيام الستة من شوال بعد العيد على طول ولا ممكن اسمهم في اي يوم من ايام شوال طبعا سيام الستة من شوال لازم منسمش اليوم الاول بتاع العيد لان السيام اليوم الاول بتاع العيد دوت اللي هو سيام يوم الفتر اللي هو يوم الجائزة ده حرام وكمان السادة الملكية كارهوا ان احنا نلزق السيام السيام على طول بالعيد وقالوا ان افضل نخليه ناخر شوية السيام لكن بعد العيد بفترة لان ايام العيد ايام اكل وشرب وفي بعض العلماء توسعوا وقالوا واتبعوا بستة من شوال قالوا ان هذا يبتدأ لابتداء الغاية يعني اول من عد من العيد نسوم على طول من اي يوم وده المفتبية ان احنا ننفع نسوم من تاني يوم العيد يبقى ايه اللي حاصل يبقى ينفع نسوم على طول على طول الصيام يبتدي من ايه من اول شوال يبقى ايه اللي حاصل يبقى ببساطة خالص يبقى ايه اللي حاصل يبقى احنا نسوم الايه الستة من شوال بس فيه ناس كمان توسعوا ده الدركة اللي قالوا ممكن يصومهم كمان في زي القعدة وزي الحج لان قالوا ايه سموا اتبعوا ستة من شوال يعني نبتدي صيامهم من ستة من شوال وكانهم ايه فهموا اللي احنا بنقولوا ده ان القضية مش قضية شوال ايه قضية ان احنا نصوم ست ايام ونضموهم للشهر فكأنما صمنا الدهر كله لان احنا صمنا الصيام اللي هو مضروب في عشرة ده فيبقى رمضان بعشر تشور وكمان ست ايام في عشرة بقى كده عندنا السنة كلها يبقى اول حاجة عندنا يبقى اول سؤال سيام الستة من شوال ده من قبيل السنة ينفع صمهم بعد العيد مباشرة ينفع صمهم بعد العيد مباشرة بعض الناس بيتوسعوا ويقولوا ان انت تصمهم حتى ولو في زي الحجة في اشهر اللي هي قريبة في زي الحجة وزي القاعدة وبعد كده جي السؤال اللي بعد كده هو انا لازم اصمهم متتابعين ولا ينفع صمهم متفرقين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كان ماله كلامه كان مطلق وكلامه صلى الله عليه وسلم ما قيادهوش ما قيادهوش بان احنا نصوم ايه؟ متتابعات لا ينفع اننا اصوم الستة من شوال متفرقات او مجتمعات وبحسب حالتي ممكن اصوم اتنين وخميس اتنين وخميس فيخلصه في تلات اسابيع فيخلصه في تلات اسابيع وممكن نصوم مرة بعض وممكن نصوم تلاتة وثلاتة وممكن نصوم اتنين واثنين واثنين وممكن نصوم واحد وثلاتة واثنين فكله جائز وما يطلبش ان احنا نصمه متتابعات الحاجة التالتة وده بيكون عند الستات في الغالب والستات في الغالب بيجي لها الحيط في رمضان فإن اللي حاصل؟ فبتفضل بعض الايام في رمضان فبتقول هي ينفع تقضي الايام اللي كانت عليها من رمضان في شوال وتتحسب من الستة من شوال انا عايز اقول بشرة للستات وخاصة واحنا نكلم في سياق زي ماذا بالستادة الشافعية بيمكن ان هي تقضي الايام اللي عليها ويتحسبوا من الصيام من الستة من شوال ويتحسبوا عن الستة من شوال بس هيكون بنية ايه؟ بنية القضاء عن رمضان يعني هي فترة ست ايام فترة ست ايام من اين؟ من شوال او فترة سبعة فترة ست ايام من رمضان ويتصوم الستة من شوال فإن اللي حاصل؟ هتنوي ان هي تقضي الايام اللي كانوا عليها من رمضان وهي كده كأنها صامت الايه؟ وهي بتصوم دلوقتي اللي شايفها دلوقتي بيقول ايه؟ اه ده اول يوم هوم من شوال تاني يوم هوم من شوال تالت يوم يوم سادس يوم هوم من شوال يبقى صامت الستة من شوال ما صامتش الستة من شوال يبقى صامت الستة من شوال يبقى إيه المقصود وكانهم أصدوا بذلك إيه فهموا من الحديث إن واتبعوا ستة من شوال يعني صامت ستة أيام من شوال سواء بقى كانت بتصوموا قضاء أو كانت بتصوموا إيه بتصوموا سنة أو نفر ودي الفتوى اللي احنا أصدرناها في دارة الإفتاءة المصرية ودي الفتوى المستقرة المستقرة على إن إيه؟ على إن هي يجوز إن هي تصوم ما عليها من القضاء في شوال ويحسب لها هذا عن الصيام في شوال زي إيه؟ عشان نقرب لكم المسألة أنا دخلت دلوقتي المسجد ولقيتهم بيصلوا الضهر حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا دخلنا إلى المسجد فلا نجلس حتى نصلي طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ وعندنا حاجة اسمها تحية المسجد فيبقى صلي الفرض ولا صلي تحية المسجد؟ قال له لا ما أنت لما تصر الفرض أنت عملت تحية المسجد ليه؟ لأن رسول الله طلب منك أن أنت متعودش في المسجد غير لما إيه؟ غير لما تصلي وإنت لما صليت الظهر أو صليت المغرب أو صليت العيش أول ما دخلت المسجد يبقى صليت قبل ما تقعد ولا لا؟ قال له آه يبقى صليت قبل ما أعود قال له يبقى خلاص يبقى أنت نفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم القصة وعلى هذا الأساس حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فاللي إيه اللي حصل فاللي صامت القضاء في شوال صامت القضاء اللي عليها في الست يام من شوال إيه اللي حاصل صامت ستة من شوال ولا صامت ستة من شوال يبقى إيه اللي حاصل يبقى هي كده قضت ما عليها وكمان صامت السنة وصامت الستة من شوال يبقى احنا لازم نفهم ده لان فهمنا لده هنخلي الامور عندنا واضحة طيب كمان في شوال في الصيام الستة من شوال هل ده اذا الانسان صام يوم من ستة من شوال ويه اكل وشرب اكل وشرب ليه لان الناس بتتلقب وانا دلوقتي خلصت رمضان وبعد ما خلصت رمضان دخلت على الايه دخلت على الستة من شوال هل هي نفس الاحكام ولا مش نفس الاحكام نفس الاحكام نفس الاحكام الصيام هي فاذا اكل او شرب هو لسه يا سيدي هو لسه في الصيام بتاعه بدل اكل ناسيا او شرب ناسيا يبقى كده دي احكام اهم الاحكام اللي بنسئل فيها فيما يتعلق بالصيام الستة من شوال بعد رمضان هذا الحديث يا سادة من انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركات حضرة النبي من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كمن كان كصيام الدهر وفي بعض الروايات كصيام الدهر كله عشان يأكد على ده بس رواية مسلم كان كمن صام الدهر كان كمن صام الدهر يبقى الحديث ده بيقول لنا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا كنوز مولانا سبحانه وتعالى وفتح لنا بركات سيدنا وفتح لنا خزائن الله سبحانه وتعالى وعشان كده الحمد لله على نعمة رسول الله والحمد لله على نفحات رسول الله والحمد لله على عطايا مولانا سبحانه وتعالى التي فتحها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة والسلام عليك يا أكرم خلق الله موسيقى